أشعر أنه خفيف قوي أشعر أن الكريم لا يزيد أريد القلم الضهبي أشعر أن القلم الضهبي لهذا المساج أشعر أنه لوجه مثل التكشير سنفتح المشتريات من ايفون سنفتح المشتريات الجديدة والمشتريات التي أحتاجها وسنستخدمها مع بعض وسنفعلها حلقات ومشتريات وكل شيء سأستخدم التكشير لأفتح المشتريات ومعالي تأتي بشانطة سيكون ممتازة جميلة إذا التكشير لا تفتح فتحتها فتحتها سأفتح سأفتح المشتريات ومعالي تأتي بشانطة ومعالي تأتي بجانطة ومعالي تأتي بشانطة أستخدم كل شيء أشعر أنه تسخدم ومعالي تحديث ومعالي تأتي بشانطة كثيرا نبدأ سوف نرى هذه العلبة مشتراتي من ايفون أول شيء سوفت ماسك سوفت ماسك سوفت ماسك سوف يشير التقاس سلبية سوف يشير التقاس سلبية انا احبها جدا احب بلاك لتل داك درس وكنت احب فراوي بس اتقفلت منها حسب مودك وحسب حياتك او حسب حياتك هو مش رادي يفتح لي ايه درجاتي مبارشة ده علبة ايفون سوفت ماسك انا اريد اطلبهم برده سوف تجد لينك في الوصف اضغطي على العنوان هتلاقي شكل العلب شيك كيوت صغيرة جميلة اقعد ذلك mépa هناك هي شكل العلم ثانيا سوف أطلبك انما تحقق سوف أضغط انذا I've got a nice بتوقف عقد جديد لأنني أريد مفاجئة ثاني هي المسكرة رفيوهاتها جيدة ونقول أنها تطول فنجربها مع بعض الوقت اشتركوا 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 و dunno loana ج عملها انجلند لنس اشتركوا اشتركوا هذه وال самый جيد يا اشتركوا اشتركوا فانسخة اشتركوا وهتبقى خفيفة على الرموش ولا هتزهقني هناك أشياء أستخدمها قبل كده وهقول لكم ريفيو فيما بعد هناك أشياء أستخدمتها لأعمل عندي وأشوفوا انتم الفرق لكن هفضل طول الفيديو بعين وعين كيف هناك أشياء من الأشياء التي أحبها جدا والناس تحسسني أن أعمل رموش صناعية هي المسكرة بتاعت سوري برجواء هناك أشياء تقول لي أن تضع رموش ولكن مع الوقت أشعر أنها تقلت على رموش وحسيت أن رموشي هي ليست عملية لأنها نزلة شغل أو نزلة مهمة يعني ليس خفيفة على رموشي أنا هسيك دي كده بصوا الطريقة الصحة أصلا كده أعملية من الجدور للأطراف كأنك بتحطي ده بريد أعملها كده زريفة قولوا لي رأيكم في الكومنتات بس منظري إيه؟ في فرق؟ في فرق بين العيندي أو العيندي؟ أكيد في فرق يعني أكيد أكيد في فرق أنا بقول أعملها كلها ولا إيه؟ عشان بس منظري عشان أحس برضو أشوف يعني أنا بجرب المنتجات معاكم ونشوف الفيو عنها بعد كده برضو هنتكلم عن كل منتج بالتفصيل أنا طريقتي في وضع المسكرة مختلفة شوية عملي لايك يا حلوة يعني عدي كده وعملي لايك متجريش الفيديو عشان هتعرفي حيات كتيرة هتفيدك أقيمها بإيه؟ أقيمها تمانية من عشرة لحد الوقت يعني لحد آخر الفيديو كده يعني لحد آخر الفيديو هي لحد الوقت أنا بالنسبالي الشكل شكل رموش ظريف مش تقيلة على اسنس أنا مرة جبتها ووالله وجبها من مكان في مدينتي مكان محترم جدا يعني المفروض أنه حاجة محترم بالتحديد يعني مش هولو على اسمه يعني أولاد رجب بسهول رجب مكانش السوبر ماركت كان مكان كده بيبيع حاجات برجوه وحاجات اسنس وحاجات جادور وحاجات برندات عالمية يعني أكيد اللي عيش في مدينتي هابعارفه ده جنب السوبر ماركت على طول أو في أول المول اللي فيه السوبر ماركت أولاد رجب أنا كنت جايبة اسنس أكسن بالله ما استحملتش أخرج بيها يعني أصلاً أصلاً ما استحملت يعني روحت غسلتها والله العظيم ورمتها رمتها شحطتها أو رمتها يعني فأنا أحسن دي خفيفة سيليكونية أنا أحب الحاجات الخفيفة قولوا لي أنتوا شايفيني طيب أهو قولوا لي شكلها حلوة على وشي ولا إيه ونخش على المنتج اللي بعد كده واللي هو هجربه بس مش هجربه دلوقتي هجربه بعدين المنتج ده اللي هو Absolute Advanced Technique Absolute Nourishment Absolute Nourishment Treatment اللي هو بالأرجان والكوكونات أيل الأرجان والكوكونات أيل كويسين للشعر ده مسك مسك أمبولة سعره مش رالي خالص ماشي بس ده عينية شهرية أمبولة طبعاً معمول له اختبارات على الحيوانات وكده ده شكل الأمبولة تمام يا رب تكون باينة قدامكم ده شكلها بتفتحيها كده بس يعني البلنوتا اللي بتقول لي حطيها في مياه سخنه بس مش المادة لا الأمبولة نفسها حطيها في مياه سخنه وبحيث تبقى يعني شبه السيروم وبتحطيها على الشعر أنا بفضل تحطيها بره على الشعر من بره كده تمام الشعر كده تحطيها على الشعر من بره تمام وعلى الطروف الشعر ما بحبش أحط حاجة على الجدور لأنه هو أصلا مش هتخسليها بشامبو هتخسليها ياما ببلسم ياما بالمية بس وكأنه بالسم يعني هي كأنها بالسم على الشعر فهي من الحاجات اللي عجبتني وقلت أطلبها يعني هنشوف بقى المسكرة دي هنحط هنحط الحاجة كلها هنا كده تقيم نيجي بقى بعد كده بس أمشي أستخدمه دلوقتي لأنه لسه عملة تأشير كميائي سوري يتشير في زياء البشرتي اللي هو بالمسك البيلوف ده فهستنى شوية مثلا نقدي أسبوع أو أكثر لا أسبوع كفاية أسبوع سأستخدمه لأنه أنا متشوق سأستخدمه جدا الريتنول من بعد أن أتعدي 25 سأستخدم الريتنول يعني أنا بنصحه بكده ممكن فيتامين سي أو هالورونيك أسد بس خلي معاك الريتنول في الريتين بتاعك بس ثلاث مرات في الريتنول كفاية قوي الريتنول ده سيروم أنيو برده ومتشفه بسيروم يعني يتشفه بسيروم يعني يتشفه بسيروم هو 1% ريتنول كمية ريتنول اللي فيه مش كتيره كمية ريتنول اللي فيه مش كتيره أنا حاول أقول لكم بعد كده ممكن في ستوري ولي حاجة نعمل مكوناته ايه مكوناته ايه بالتفصيل بس أنا هنتكلم عنه وهاقول لكم برضو لايف تجربتي معاه أو ممكن نعمل ماسك ونعمل سكان كار بي كفاية او ثلاث مرات في اليوم ثلاث مرات في الاسبوع لازم بشرتك تبقى مترتبة كويس لازم تبقى بشرتك مخصولة كويس هتتعرضي للشمس لازم سنبلوك 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 هنعمل فيديوهات عن السنبلوك ده مواله الموال لوحده طبعا هو يعني المكون الاساسي اللي فيه جليسرين والجليسرين اللطيف على البشرة والريتنول 1% وده كويس جدا فيه حاجات كتيره بس يعني هتاخد وقت كبير قوي ان انا ارهالكم يعني خليها خليها ايه بعدين خليها بعدين هتاخد وقت كبير قوي طيب تعالوا نشوف شكل العلبة من جواه وبرضو هعمل لكم في ستوري او في فيديو قصير للمتابع القناة هعمل لكم في ستوري ريفيو عناها وشكل العلبة ازاي ومن قريب وكده انا نهاردة بس طلعين كده تمام؟ ايه العسل ده؟ ايه العسل ده؟ ايه العسل ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ لا حلو عجبتني عجبتني من جوا بصراحة عجبتني من جوا جدا شيك 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 يعني مودة مودة شكلها حل وبصراحة انا بحترم البراند اللي بيقفل الحاجة كويس والبامب ده حلو ان احنا نستخدمه يعني بدل الببت يعني علشان في بعض الناس بتقوموا عامل الببت على اوشها كده وده غلط اصلا انت المفروض ساعات احنا بنعمله اصلا في يعني هو مجرد بس شكل وخلاص بس يعني حاولي ما تقربوش على بشرتك لو انت بتعمليه بالببت او اللي هو بالنقاطة دي او البتاع اللي بتنقاط لكن هذا البامب ده هيبقى الاسهل وهيوفر في المنتج كتير بس انا عجبني قبل اي رأيكم قوليه في الكومنتات حد اجربوا انا شفت رفيهات عنه حلوة بس انا احب اقضى اشوف رفيهات كتير وحب اجرب يعني انا زيكم هجرب يعني رغم من الحاجات دي الشركة بتبحها برضو الشركة عندنا بتبحها واخدها وكالة لي بس برضو هجربها يا نتبخ السمي لازم هيدوقوا لازم لازم هيدوقوا يجيب على العسل اللي انا مستنياء وعارف ان رفيهاته حلوة وسعره كمان جميل وعارف ان رفيهاته حلوة واتمنى يجيب معي نتيجة حلوة وهجربه معاكم هنا وهو ايه الاذون اللي هو اويل كنترول دايلي كريم او داي كريم داي كريم ليه لان هو فيه اس بي اف اس بي اف اس بي اف اد ايه يا ربي عشرين عشرين كافي جدا لمثلا رينج لايت كافي لإضاءة بتاعت البيت الكبيرة دي كافي للاعدة في الفورن كافي جدا ان انت تقعد في المكتب او المكتب فيه اضاءة عالية او المكتب حولك اضاءة مفتوح الاضاءة هنا بنك مثلا فيه شمس داخل مشرباك كافي جدا لو انت وقف في المطبخ وتعملي حاجات فالصوم بلوك هيبقى كريم نهاري حلو والسيروم ده هيبقى حاجة كوائسة لو استخدمناها بالليل فأنا سأفعله كده سأفعله انبوكسنج فكرته انه من خلاصة خلاصة اي ربي مكتوب ايه مكتوب ايه ويلو ريف ويلو ريف هو أوراق الصفصاف وهي شيئا شيئا قوي يعمل منها الاسبرين ليس معنى ان نضع الاسبرين ولكن يعمل منها الاسبرين فهي شيئا علاجي اصلا مستخلص الريز يعني مستخلص الريز مستخلص كله بروتين فهيبقى حلو جدا للبشرة ايدونية هو بيدي مت افكت او هم بيقولوا كده انه بيدي مت افكت وفي اس بي اف عشرين مناسب للبشرة مدهنية ومركبة واستعماله في الصباح خليه على الوجه والعنق وبعد ما بتخسليها واستعماله خلاص خلال ثلاث سنوات انا بشرتي يعني مش اقولكم انها مخصولة او يعني انا غسلها الصبح ولسه الروتين الليلي لسه معملتوش يعني بصراحة يعني بس انا يعني هستقدمه وهتلاقيني بيتكلم عنه في الفيديوهات بعد كده ونشوف رفيديوهاته كده اهو شكل العلب حتى كيوت انا بحب العلب دي كده قوي تمام نشوف راحته بقى عليه طبقه كده طبقه يعني راحته خفيفة راحته خفيفة قوي راحته كيوت اه كيوت انا بحب كيمة كيوت اين المراية؟ انا كنا بنام بيها مسكرة دلوقتي اعملوا لايك باو اعملوا سبسكراب يا جماعة يعني مش كده يعني قوليه في الكومنتات بجد يعني في كذا حد قالي كومنت ان انا ساعات بتكلم كأني في محاضرة وبقولي يعني بتكلم بدي مصطلحات انا غصبة عني والله انا عشاء لم كان متعودة متعودة على المصطلحات وعلى ان انا ده طبيعة شغلي انا بجربه معاكم اهو اهو انا كنت عايزة حاجة ترتيب اه فانا حابة ان انا اعمل معاكم فيديوهات كده يعني ايه زي ايه زي ما منتكلم مع بعضك اصحاب او كده وفيه حاجات بشرحة بشكل علمي في غصبة عني هقول المصطلحات غصبة عني غصبة عني غصبة عني معلش سامحوني ده بتبقى يعني اللهجة انا حاسة ان هو خفيف قوي حاسة ان هو الكريم بتاعه مش بيزيت ثانية انا عايزة القلم الدهبي بايد عني بس لو لو سبت يعني القلم الدهبي اللي هو المساج ده هابقى اعمل بيه حاسة ان هو لوشن على وشك كده اعمل زي التكتشر بتاع الاي كريم ترطيب خفيف كده ان انا بصي عايزة اكي بالقلم الدهبي او بالقلم المساج تعميني كده تعميني شد للبشرة كده على قد متقداري عجبني عجبني لحد الوقتي ان هو خفيف في الفيديوهات الجاية هقول لكم تأثيروا علي اعمل ازاي وانتوا هتلاحظوا على الفيديوهات بس انا مش شايفام لازق عجبني او هيعجبني انا مسيستيما نفسي انه عجبني بغض النظر انه سعره بسيط سعره مش غالي اقل من 120 ممكن اقلم من كده مش فاكرة لسعر بسيط والله يا جماعة لا تفتكرش الاسعار والعجب يعني ابعتلنا على اللينكات الموجودة او اسألونا في الكمنتيات مااشى بس انا لا تفتكرش الاسعار عشان اقعد اقوله اللي لا تصدقوا ماتفكت يعني اللي هو كأنك اه مش حط حاجة استني انا عايزة انشرفه بس بالمنديل اهو مات يعني حسيت انه مات انا الجزء الذي اصلا عندي طيل قوي النافع نستعمله بالليل انا شايف عادي ممكن نستعمله بالليل بس انا بالليل هستخدم السيروم ده بس السيروم ده لانا بشرطي اصلا استخدمت ريتنول قبل كده ومعجبنيش وهطلع اقول لكم مين الريتنول اللي مش حلوه وكان غالي ومعجبنيش بس انا هجلب ده وانا عارف عن رفيهاته حلوه عن تجربة ناس كتير وتجربة ناس كتير من عمرواردو جربوه وشكروا فيه ده هخليه بالليل ده هخليه الصمح دي للشغل كده والعمال اه شكره لكم لو وصلت مكان انا في الفيديو لو كتاب لو حصلت مكان انا في الفيديو كبقى اه اكتب ايه اكتب ايه اكتب اسمع اكتب اسم اي شvenir لايocks كبقى كبقى اون و IG اشتركك فى الفيديو أو اللوحة الى وراء الده اكتب ع Steaux من الوقت الثاني بحاول اطهوري المحتوى معاكم حاول ماذا بعملك ماشاء تفندرش انا شكرا بالبشرتي جميلة جميلة لا انا احس ان بشرطي مترطبة وحاجة كويسة انك ترطاري بشرطك عشان تحميها من تجعيد اسأليني في كومنتات هتلاقيني برد عليك على طول في وقتها على طول وسبسكرايب بقى لو لسه مش مشتركة لو مشتركة انت عارفة بقى الحاجات بتاعت المشتركين وبس كده شوفكم الحلقة الجاية سلام